اشتركوا في القناة في اخماد حرائق الغابات بجبل بوغرنين وبعرقوب شمال شرق تونس وإتمام العملية بنجاح تعود صباحة اليوم إلى التراب الوطني تعود أرتال الحماية المدنية عبر المعبر الحدودي أمطبول يذكر أن أرتال الدعم الجزائري المزود بعتاد متطور في اخماد الحرائق ضمت حوامتين من الحجم الكبير تابعتين لقواتنا الجوية وكذا 25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير وأربع سيارات قيادية وسيارة إسعاف طبية إلى جانب 80 فردا من مختلف الرتب تابعين للحماية المدنية ومن المعبر الحدودي أمطبول بولاية الطارف يلتحق بنا على المباشر زكريا تهمي زكريا هل لك أن تضعنا في الصورة وكيف هي الأجواء على مستوى المعبر دلنا شكرا لك زميتي من المحطة المركزية الأجواء هنا بالمعبر الحدودي أمطبول أجواء استثنائية منذ قليل كورما أعوان الحماية المدنية المشاركين في إخماد الحرائق في البلد الشقيق تونس أقول وينضم معي في هذا المباشر السيد رحمون عبد العزيز نائب قائد الرتل المتحرك المشارك في إخماد حرائق الغابات بأشقيقة تونس سيدي صباح الخير صباح الخير سيدي سيدي كيف كانت عملية إخماد الحرائق في الجارة تونس خاصة وأن أعوان الحماية المدنية يمتلكون يعني عتاد جد جد متطور تفضل سيدي تطبيق التعليمات مباشرة إلى مكان الحدث في تونس الشقيقة مباشرة إلى جبل دو قرنين هذه العملية تقنية مع الوصول احتكينا بالزمنة في الشقيقة تونس وين وضعنا خطة عمل مندمجة معهم بارتكو نحن عندنا تقريبا نفس الخطط العملية في حرق الغابات لنفس التضاريس هناك كين موقع دين على اللولي بعد روبرينة دو فوي كبار في أعالي الجبال هنا قسمنا وين درنا عملية وين بعثنا على مشات بالإضافة إلى إدماج بعض الشحينات الخفيفة هذه التي تسلك في بعض المساكل بالإضافة إلى فتح بدنا بفتح بعض المساكل التي تقربنا المواقق هذه وين تعاملنا مع بعض وتمكننا في الليلة الأولى التي لحقناها في تونس الليلة اللولة يبعد تهنينا من موقد واحد هو الذي كان مقابل لبعض المواطنين بعض السكينة تمت المنطقة هذه كانوا هناك مواطنين كنا باش نمنعوها ما تهبطش عندنا عند المواطنين بدرنا عزاب أمني؟ ربما بما أننا تكلمنا على المواطنين كيف كان وقع يعني كيف كان تنظرت مواطني تونس إلى يعني إلى أعوال الحماية المدنية القادمة من الجزائر اللي يعني اللي ربما أنتوما رحتوا به تنجدوهم كيف كان يعني كيف كان تنظرتهم كيف رحبوا بكم؟ والله يعجز للدسان على القول كيفاش تقبلنا استقبلنا بواحد الأخوة بواحد الصداقة بواحد تكبير المعانيات حتى أنها قسعرة النفوس في كيفاش خرجوا لنا كيفاش خرجوا لنا وكيفاش فتحوا لنا يديهم بكل المساعدات بكل الاستقبال حار جدا إلا أننا عطيناهم إتمينان على أساس أننا بعضنا شريط أمني لهم ودرنا المكافحة مباشرة زدنا بعد الليلة هذه اللي قدين على المواطنين اللي كانت قادرة تهبط للمواطنين زدنا في اليوم الموالي على الثالثة صباحا الثالثة صباحا وين حكمنا الوقت سيطرت على الحريق وهذا دلالة على خبرة وحنكة أعوان الحماية المدنية الجزائريين اليوم شفنا تكريمكم من قبل السلطات الوصية لولاية الطرف سلطات المدنية وسلطات العسكرية مواقع هذا التكريم على نفوسكم أنتم أعوان الحماية المدنية أبطال الجزائريين قبل ما نشكروا خوطنا في الجزائريين نشكروا خوطنا في تونس اللي دارونا استقبال حفل وداع أنه في قمة عالية جدا وندخلنا هنا تفجأنا بهذا الاستقبال لزاد من إمكانيات التحشيش كبير يعني ما نتوقع نشكي مع السلطات المحلية على رسم السيد الوالي وسلطات الأمنية والعسكرية وكذا بعد المواطنين الهانفية في المعبر الحدودي هذا ونرفعوا من معنى ويتنا كثيرة وعندنا فرحين بالشرف هذا اللي تقدمنا على أساس رحنا قدرنا خدمة إنسانية خدمة عملية مع الشقيقة تونس مع أخوطنا في تونس شكرا لك سيد رحمون عبد العزيز كنت معنا على المباشر في أخبار العاشرة إذن هي مسيرة أبطال الجزائر الذين التقلوا إلى تونس لنجدة إخوانهم وتفاصيل أخرى سنوفيكم بها في روبرتاجاتنا اللاحقة نعم وهو كذلك زميل زكريا تهامي كنت معنا مباشرة من المعبر الحدودية أمطبول بولاية الطارف شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم إلى إرهاب الطرقات الآن حيث حصيلة مرورية ثقيلة أخرى إثر حادث مرور أليم حيث هلك صباحة اليوم أربعة أشخاص وجرح سبعة وثلاثون آخرون ببلدية قرطوفة دائرة رمضان الرحوية بولاية تيارت الحادث الذي وقع في حدود الواحدة وخمسين دقيقة نجم عن انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين خط مصغانم حاسم سعود هذا وقد سخرت مصالح الحماية المدنية سبعة سيارات إسعاف وشحنتي إطفاء ورافعة يأتي هذا الحادث بعد يوم فقط من وفاة ثمانية أشخاص على مستوى الطريق الوطني رقم 92 ببلدية تلموني بدائرة مصطفى بن براهيم بولاية سيد بن عباس إثر استضام حافلة وسيارة سياحية بقصر الحكومة ترأس أمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اجتماعا للحكومة درس مجموعة من المشاريع القوانين في مجالات الاتصال العدل الاستثمار والصحة حيث استمعت الحكومة إلى عرض وزير الاتصال مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بوضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحفة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وكذا تشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني واع بالرهانات الوطنية والدولية وملتزم بأداب وأخلاقيات المهنة بعيدا عن أصحاب المال الفاسد وكذا استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري وفي مجال العدل وطبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للم الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وهو المشروع التمهيدي الذي قدمه وزير العدل والذي يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية كما يقترح مشروع هذا النص بمناسبة إحياء الذكرى الستين لعيد الاستقلال الوطني تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية كما عرض وزير العدل مشروعا تمهيديا لقانون معدل ومتمم في مجال مكافحة طبيض الأموال وتمويل الإرهاب يندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية الجديدة في مجال الاستثمار قدم وزير الصناعة ثلاثة مشاريع نصوص تطبيقية للقانون المتعلق بالاستثمار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا على مستوى البرلمان تحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات المهيكلة والتنازل وتحويل الاستثمارات وكيفيات تحديد المناطق ذات الأهمية الخاصة في الاستثمار وكذا تنظيم وسير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ودراسة مشاريع هذه النصوص ستسمح بوضع القانون المتعلق بالاستثمار حيز التنفيذ بمجرد صدوره وأخيرا وفي مجال الصحة عرض وزير الصحة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره في الحركية الاقتصادية وضمن مساعي ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات تولي الدولة اهتماما خاصا بالمرافقة الإدارية للمصنعين المصدرين لولوج الأسواق الخارجية بسلاسة ونجاعة العينة في النشرة من المنطقة الصناعية بولاية السيدب العباس حيث الحيوية والديناميكية الانتاجية يقول سفيان مقنين هذه الأبواب من مختلف الألوان والاستعمالات فتحت أمام هذا المصنع التابع للقطاع الخاص بسيدب العباس أفق التصدير نحو السوق الأفريقية قدرنا أول عملية تصدير إلى موريطانيا عبر الخط البحري من جزائر العاصمة لمدينة مواكشوت ونحن نريد تصدير أيضا إلى بلد سينيغال عن قريب إن شاء الله تصدير المنتوجات نحو الخارج يمر عبر خفض تكلفة السلعة وتوفر المادة الأولية محليا وهو ما يتوفر في هذه المؤسسة الخاصة للصناعة المكملات الغذائية الموجهة للمواشي والتي تعتمد على الملح كمادة أساسية المنتوجات هنا يوجد منافسة كونكيرانسية بشكل أفضل لماذا؟ لأن المادة الأولية 100% محلية بأيدي محلية وغير مكلفة من ناحية الإنتاج فلذا السيرتها سيكون تنافسي على المستوى الدولي في المنطقة الصناعية بسيدي بالعباس نشاط التصدير نحو الخارج لم يبدأ من اليوم كحال هذا المعمل الذي تخصص في صناعة قطع غيار السيارات شركة بدأت في 1987 بدأنا بمنتوج واحد والآن رأى عندها 62 منتوج وبدأنا التصدير أنا في عشر سنين إلى فرنسا والبلدان المجاورة بعض البلدان المجاورة لكن الظروف كوفيد وكذا يعني ما قدرناش نواصلوا هذا التصدير مصالح التجارة بالولاية تقوم بمرافقة هؤلاء الصناعيين للبحث عن أسواق وفرص للتصدير ونحن الأبوة بتاعنا رأي مفتوحة سائل أيام الأسبوع من أجل تلقي أي انشغالات أو شيء من هذا القبيل يعني ونعطوهم كل الشروحات الممكنة ونحن رأي نرافقوهم إن شاء الله وإن شاء الله مدى بنا يعني وليسة بالعباس يعني تكون عندها يصبح قطبة يعني بامتياز في عملية التصدير إن شاء الله تلبية حاجيات السوق المحلية والتوجه نحو بلوج الأسواق الخارجية سيعزز جودة المنتوج الوطني ويساهم في خلق الثروة وجلب العملة الصعبة بعد الاستقبال الرسمي الذي خص به الخليفة العام للطريقة التجانية من قبل الرئيس السينيغالي ماكي سال حظي الخليفة العام الشيخ علي بالعرابي التجاني باستقبال شعبي حاشد من محبي ومريدي الطريقة التجانية في السينيغال في المغرب أصدرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين بياناً عبرت فيه عن رفضها ورفض الشعب المغربي ما اعتبرته كثافة وتسارعاً في الأنشطة التطبيعية للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني واعتبر البيان ذلك بأنه يضع النظام المغربي ضمن دائرة الولاء الأعمى والتبعية الصهيونية على حساب مصالح الشعب العليا كما أدان المصدر نفسه استضافة نظام المخزن رئيس أركان الإرهاب الصهيوني على أراضي المغرب في شأن السوري قتل ثلاثة عسكريين سوريين وجرح سبعة آخرون جراء قصف صاروخي شنه الاحتلال الصهيوني على محيط العاصمة دمشق وقد تصدت دفاعة الجوية السورية للصواريخ وأسقطت بعضها تصدف مدينة استنبول التركية اليوم مراسم توقيع اتفاقية بين أوكرانيا وروسيا لبدء شحن الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية جراء النزاع وينص الاتفاق على سماح بتصدير شحنات القمح الأوكرانية عبر البحر الأسود للأسواق العالمية وتخفيف المعوقات بخصوص نقل الحبوب والأسمدة الروسية وتعاني الكثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية في الرياضة ومن وهران نشاهد الحي على تحصل الذهب والفضة والبرونز حيث تواصل الجزائر حصد النفيس بتحصل أربع ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية في ثاني أيام منافسات الطبعة الخامسة من البطولة العربية للسباحة بالمجمع المائي التابع للمركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران وتطول الانتصارات كرة القدم حيث افتكى المنتخب الوطني لأقل من عشرين سنة فوزا ثمينا أمام نظره اللبناني في أولى مبارياته ضمن منافسات كأس العرب المتواصلة بمدينة أبهى بالسعودية الفوز كان بهدفين مقابل هدف واحد ومن توقيع اللاعبين مسيل أجعودي في الدقيقة الثالثة والعشرين ويسين بن أحمد في الدقيقة التاسعة والثلاثين بهذا نصل وإياكم إلى ختام موعدنا الإخباري موعدنا يتجدد على رأس الساعة بإذن الله شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة